حط القهوة على البرتقال ده كنز واختراع هيحقق حلمك ويرجعك شباب سر لا يعرفه الكثير في البداية اصلوا على رسول الله ولو اول مرة تشوفوني انا مطبخ مامة سولة اسراء فاتح سكتشن ودي قناتي على اليوتيوب اشتركوا في قناتي وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم دايما اشعار بكل فيديو جديد انا بانزله خصوصا ان انتو عارفين ان كل وصفات جديدة وحصرية فتابعوني بقى علشان ما يفوتكوش اي جديد اول حاجة كده كل اللي احنا هنحتاجه برتقالة وقهوة القهوة اللي انا هستخدمها طبعا اكيد لازم تكون قهوة سادة هنجيب كده برتقالة وهنقسمها نص صين بعد كده بنبدأ ان احنا نعصر البرتقالة هناخد كده نص ونعصره كويس قوي هناخد كل العصير اللي جواها صالوا على الرسول اللي بقى اكتبولي في الكومنتات انتو بتشوفوني من اي بلد او من اي دولة واكيد اهلا وسهلا بالجميع وبما ان النهاردة الجمعة فجمعة مباركة علينا جميعا يا رب العالمين خلاص كده انا خدت عصير البرتقالة اكتبولي بقى البرتقال اسمه ايه في بلدكم او في الدولة اللي بتشوفوني منها بعد كده بنجيب مية الورد وهنا انا هستخدم ثلاث ملاعق من مياه الورد او ملعقة واحدة على حسب الكمية اللي انت عايزها او اللي انت هتعمليها انا عصرت نص برتقالة استخدمت ملعقة واحدة لو عصرت البرتقالة كلها هتستخدمي ملعقتين او ثلاثة بعد كده بتجيب السكر وهنستخدم ملعقتين كبار من السكر نبدأ كده نقلب السكر ولكن ما ندوبهوش نقلبه فقط لا غير صلوا بقى على رسول الله وانا عايز اقولكم الفكرة ديات رهيبة اتعجبكم جدا وكل اللي هشوفها فعلا هيجربها هيدعيلي عليها رهيبة يا جماعة بسيطة بجد ولكن فضيعة هنجيب بقى هنا بقى القهوة وهستخدم ملعقة واحدة فقط لا غير احنا عايزين القوام عامل زي المية كده سايب تقيل شوية هنخلط بقى كده لحد ما نتأكد ان احنا دوبنا القهوة كويس قوي مع كل المكونات البن اللي انا استخدمته بن سادة مش محوج هخلط بقى كده كويس لمدة 3-4 دقيقة بالضبط تمام صلوا على الرسول الله واكتبولي بقى في الكومنتات يا حبايب قلب اختكم انتو بتشوفوني دلوقتي من اي بلد او بتتبعوني من اي بلد واكيد اهلا وسهلا بالجميع كده خلاص انا بقى ايه قلبت كويس هجيبي علبة تكون محكمة الغلق تكوني غسلها كويس وما تكونش فاهمية خالص تكون جافة تماما وهننقل كل المكونات اول حاجة لازم تعرفيها ان طريقة الحفز جوه السلاجة لحد ما بتخلص الكمية يلا اقولوكو دي بتستخدم لايه لان دي للشباب والبنات للناس الكبيرة في الصن وكمان للاطفال دي بتستخدم للشعر 3 مرات في الاسبوع لمدة شهر واحد فقط لغير وتقدر تقرريها تاني مرة تانية يعني دي بقى يا جماعة بنجيب كده الفرشة ونحاول اللي احنا نغرق فروة الراس وندلك في حرقات دقرية لمدة 10 دقايق وكمان بنغلف الشعر كله تسرح شعرنا ونبدأ ان احنا نفرضها على الشعر بالنسبة للشباب تقدروا كمان تستخدمواها لشعر الدق دي بقى يا جماعة بتقدروا على الشيب تماما تحطها على شعركو كده هي زي تونر بس تونر بيتغسل مش التونر اللي احنا بنحطه على الشعر ونسيبه بتتغسل بعدها بنص ساعة بتقدر تماما على الشعر الابيض لو انت عندك شيب مبكر عندك شعر ابيض عندك شعر ابيض لو انت كبيرة في السن استخدميها 3 مرات اسبوعيا وقولي ودعا للشعر الابيض تاني حاجة بقى بتخلي الشعر فوزيع بتطول الشعر بطريقة غير طبيعية وبتخلي مرمسه عامل زي الحرير بتعيب بناء الشعر اصلا بتمنع التساقط بتمنع التقصف بتطول الشعر جدا هتخلي شعرك صحي بطريقة غير طبيعية فعلا لو انت عندك بقى كمان اطفال استخدمي لهم الوصفة دي لان هتخلي شعرهم عامل زي البروك جربوها واشوفكو على خير بإذن الله اشتركوا في القناة